أجرى قائد شرطة صلاح الدين والمشاءات لواء قنديل خليل محمد جولة ميدانية لمقار فوج الطوارئ الأول وطلع على الأداء الإداري وتدريبي فيه وأكذا خلال لقائه آميرا وضباط الفوج ضرورة الالتزام بمنهج التدريب لإعداد المقاتلين بما يمكنهم من أداء الواجبات التي يكلفون بها كما شدد قائد الشرطة على الإدامة المستمرة للآليات والأسلحة بما يمكن من مقارعة بقاء الإرهاب وتحقيق النصر عليه اشتركوا في القناة